تعد العمارة من أهم عناصر التراث الثقافي للبشرية خلدت حضارات عديدة إنشاءات معمارية كل واحدة أجمل من الأخرى رائعة منذ ألاف السنين الأهرامات القصور كاتدرائيات المساجد كل واحدة منها ظهرت بتخطيط معماريين محترفين وبجهود مشتركة من ألاف الناس الهندسة المعمارية تعرض مفاهيم الجمال والفن الذين وهبهما الله تعالى للإنسانية حسنا هل تعرفون معماريين في الطبيعة في مستوى الإنسان؟ اشتركوا في القناة تشد أجسام الحيوانات انتباه الإنسان منذ الوهلة الأولى اشتركوا في القناة فللفهد هيكل رائع ونظام عضلات بديع صمم لكي يعدو بسرعة وللعقاب أفضل بنية ديناميكية هوائية في العالم والتلفين مخلوق ذو جلد وبنية خاصة للسباحة في الماء ولهذه التصاميم الكاملة في جسم كل نوع من هذه الكائنات دلائل تشير إلى إبداع الله تعالى في خلقها ولكن لا يكفي للحيوان أن يمتلك بنية كاملة فحسب بل لابد من أن يعرف طريقة استخدام هذه البنية فأجنحة الطيور لا تفيد إلا لإنجاز عملية الطيران والتحليق والنزول بشكل كامل فقط فإذا تأملنا بهذه الرؤية عالم الكائنات سنواجه حقيقة مدهشة جدا كل كائن يبدي سلوكا مناسبا جدا حسب الظروف الطبيعية الموجودة فيها بالإضافة إلى أنها تمتلك هذا السلوك منذ لحظة ولادتها وقوف غزال على قدميه وركضه يحتاج إلى نصف ساعة فقط بعد ولادته معرفة صغار السلحفات المائية التي دفنت وهي بيضة من قبل أمهاتها متى يجب كسر البيض وخروجها إلى السطح ومعرفتها كذلك وجوب وصولها إلى البحر بمجرد خروجها إلى السطح وكأن الحيوانات ولدت معلمة في هذا العالم أما أكثر الأمثلة دهشة في هذا التعلم المحير لدى الحيوانات فهي الأعشاش التي تبنيها بمهارة كبيرة لنرى الآن بعض الأعشاش المدهشة في الطبيعة ولندقق معا كيف أنشأتها الحيوانات ترجمة نانسي قنقر عند خروجكم إلى المروج في يوم مشمس يشد انتباهكم الجمال الأخاذ للأزهار وحين تدققون في هذه الأزهار عن قرب أكثر ستشاهدون كائنا عجيبا آخر هو النحل والنحل أمهر المعماريين نظاما في الطبيعة تعيش النحل على شكل مستعمرات وتنتج العسل الذي هو واحد من أكمل الأغذية على وجه الأرض أما العسل الذي تنتجه فتخبئه في الخلايا التي تبنيها بنفسها بأشكال سداسية حسنا هل فكرتم لماذا أنشأ النحل الخلايا بشكل سداسي حصرا؟ بحث علماء الرياضيات عن جواب لهذا السؤال ووصلوا إلى نهاية عجيبة بعد حسابات طويلة الطريقة المثلة لإنشاء خزان يستهلك أقل المواد ويستوعب أكبر حجم تخزيني هو أن تبنى جدرانه بشكل سداسي لنقارن بالأشكال الأخرى فلو أنشأت خلاياها بدلا عن السداسي بشكل أسطواني أو خماسي مثلا لظهرت في الأطراف فراغات لا تستخدم وبهذا لا تستعمل كل الأمكنة للتخزين أما تخزين العسل في أقراص مثلثة أو مربعة فيمكن دون أن يبقى فراغ بينها ولكن هناك مغزا أدركه علماء الرياضيات فالشكل المسدس أقصر محيطا من بين الأشكال الهندسية المختلفة ولذلك رغم كونها بالأحجام نفسها ستكون المواد الأساسية المطلوبة في الأقراص المسدسة أقل من المطلوب في المثلث والمربع وباختصار الخلية السداسية الشكل تؤمن أكبر مكان تخزين وبأقل شمع فالنحلة تستخدم أمثل شكل ممكن أما الخصائص المحيرة الأخرى للنحلات فتتجسد في ذلك التعاون الرائع أثناء بناء الخلايا عندما يرى الإنسان خلية أنهي بناؤها يظن أنها أنشئت كقطعة واحدة في الحقيقة تبدأ النحل بناء الخلايا من زوايا مختلفة تبدأ مئات النحل من ثلاثة أو أربعة أماكن متفرقة لإنشاء الخلية وباستمرار بناء الخلية تجتمع في النهاية في الوسط ليس هناك أي خطأ أو عدم تناسق في نقطة الالتقاء تحسب النحل أثناء نسج الخلية الزوايا بين فتحات الخلية أيضا فتحات الخلية التي تبقى ظهرا لظهر تنشأ حتما بزاوية مائلة ثلاث عشرة درجة نحو الأرض هذا الميل يمنع سيلان العسل وانزلاقه على الأرض مع أن هذه الخلايا تبنى غالبا في أماكن مظلمة لا يدخل إليها ضوء الشمس هناك حقيقة مدهشة جدا تظهر النحل هذه الخصائص الفائقة اعتبارا من ولادتها لا تتعلم صنع الخلية أو تعيين الجهة تدريجيا بل تكون على استعداد للقيام بهذه الأعمال بمجرد ولادتها حسناً من علم النحل هذه الهندسة المعمارية؟ لقد ورد جواب هذا السؤال في القرآن الكريم يبين الله تعالى سر هذه الملكة المدهشة للنحل في القرآن الكريم بقوله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج